بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجر مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أرني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو بأن نون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ومن دعائهم غافرون وإذا حشر الناس كانونهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا كنتم عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاء هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريتهم فلا تذيقونني من الله شيئا وأعلم بما تفيدون فيك كابي شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدني ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا هذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشيد شاهد من بني إسرائيل عباب إذنه فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قريم ومن قبله كتاب كوسى إمامه ورحمه وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولو يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها فزاء مما كانوا يعلمون ووصينا الإنسان بوالدينه إحسانا حملته أمه قرها ووضعته قرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلوا شهده وبلوا أربعين سنة قال رب أعزعني أن أشهر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدين وأن أعمل صالحا ترضى وأصلحني في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاته في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالدي أفر لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلتت قروم من قبلي وهما يستغيثان الله وإنك آمن إن وعد الله حق فيقول فيقول ماذا إلا أصاطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبل من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل إن درجاتم مما عملوا وليوفيهم أعمالا وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا وستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسرون واذكر أخا عاد إذ أنذر قوله بالأحقاف وقد خلتت النذر من بين يديه ومن خلفه أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعذنا إما كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أوصلت به ولكني أراكم قرما تجهلون فلما رأى عارضا مستقبل أوليتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هو ما استعجلتم بي ريح فيها عذاب الأمين تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزم قوما مجرمين ولقد مكناهم فيه ماء مكناهم فيه وجعنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدا فما أغنى عنهم سمعا ولا أبصارا ولا أفئدة من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولهم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرروا الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصدوا فلما قضي ونّوا إلى قربهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا منذر من بعد بوسى مصدقا لما بين يده يهدي إلى الحق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذروبكم ويوجركم من عذاب آليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دوني أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخرقهم بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا من حق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبرهم العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار براغ فهل يهلك إلا القوم الفاسحون ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر